يا أيها المدر المسافر في الثلك هل لي بأن أرقى إليك بأسألك الذي أدك أجمل صورة وحباك أجمرا في الفراء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه قواعد نبوية النبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه أن الله تعالى آتاه جوامع الكلم ما معنى هذا الكلام معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه يقول الكلام القليل الكلمات القليلة الجمل اليسيرة لكنها تحوي على معاني عظيمة ونريد من خلال هذا البرنامج أن نأخذ قواعد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث تمثل قواعد مهمة جدا إذا طبقها الإنسان في واقعه وفي حياته تكتب له السعادة في الدنيا والآخرة من هذه القواعد العظيمة حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن ثلاث قواعد من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم والتي تحوي على معاني عظيمة فيها علاقة الإنسان أولا مع الله تعالى ثانيا علاقة الإنسان مع نفسه ثالثا علاقة الإنسان مع الناس من حوله أول هذه القواعد وأسها وأساسها التي تضمن للإنسان السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة اتق الله حيثما كنت قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية العظيمة موصيا جميع المؤمنين أن يتقوا الله تعالى أينما كانوا في سفر ولا في حضر كانوا لوحدهم أو مع الناس أو في الجماعة على الإنسان أن يكون متقيا لله تعالى وما معنى تقوى الله ما معنى أن الإنسان يكون متقيا لله تعالى الإجابة سهلة ويسيرة أن يعمل بالطاعة ويبتعد عن المخالفة مخالفة الله تعالى والمعصية يعمل بالطاعة ويحذر من المعصية وهذا ما أجمع عليه علماء المسلمين أن تقوى الله تعالى هي العمل بطاعة الله والبعد عن معاصي الله اتق الله حيثما كنت هذه الوصية العظيمة الوصية بتقوى الله تعالى هي وصيته وصية الله جل وعلا لجميع الناس قال ربنا جل وعلا وَلَقَدْ وَصَّيْنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهِ إذن ليست الوصية بتقوى الله فقط لأمتنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى الأمم الماضية الله تعالى أوصاهم بتقواه وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهُ وَمَنْ اتَّقَ اللَّهُ فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُلَّ هَمْ وَكُلَّ غَمْ وَكُلَّ مُشْكِلَةٍ يقع فيها الله يجعل له منها مخرجا قال ربنا جل وعلا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إنسان يقع في مشكلة أو يقع في مشاكل في الحياة الدنيا في عمل في وظيفة في تجارة مشكلة اجتماعية في غيرها وفي بعض الأحيان تكون هذه المشكلة مغلقة ليس لها حل من كان متقيا لله من كان ملازما لتقوى الله الله تعالى يكتب له فرجا ونجاة وتيسيرا من طريق لا يشعر به من طريق لا يظن أن هذا الطريق أو هذا الباب سيكون منه الفرج وقول الله تعالى حق وصدق وَمَنْ أَصْدَقُ مِنْ اللَّهِ قِيلَا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَاً مشكلة اجتماعية مشكلة أسرية مشكلة مع الأولاد مشكلة في الدوام في التجارة في الدراسة أو في غيرها الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا ونصرا وفوزا من طريق تظن أن هذا الباب ممكن تظن أن سيأتيك الفرج أو التيسير لكن هذا الباب لم يكن تظن أنه يأتيك التيسير من هذا الباب ويرزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يظن وهذه الوصية الوصية بتقوى الله تعالى هي وصية جميع الأنبياء والمرسلين لأقوامهم لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوصانا بهذه الوصية اتق الله حيثما كنت لأن بعض الناس إذا كان مع الناس مع الجماعة في أماكن العامة تجده يحذر ويخاف ومتقي وملتزم ببعض الأمور إما أن يكون في العبادة أو غير ذلك أما إذا كان لوحده فإنه ينتهك محارم الله تعالى لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت والله عز وجل أوصانا بالتزود أيضا من التقوى فقال وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ خير ما يتزود فيه الإنسان خير من الدنيا وما فيها أن يتزود بتقوى الله كيف يتزود الإنسان بالتقوى بأن يحافظ على ما أمر الله تعالى به وما أمر الله به يسير والحمد لله ديننا دين يسر وسهولة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالحنيفية السمحة ديننا دين سهولة ويسر صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب الله تعالى افترض علينا الصيام ثم قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وهذه يعني أوضح الدلالات على أن دين الإسلام دين يسر وسهولة وتيسير ليس دين شدة وتعنت على المؤمنين لذلك على الإنسان أن يكون حريصا على هذه الوصية العظيمة وهذه القاعدة النبوية الجليلة اتق الله حيثما كنت في إقامتك وفي سفرك أمام الناس أو كنت لوحدك في الليل أو في النهار في كل مكان اتق الله حيثما كنت الله يكتب لك تيسيرا وفرجا ونصرا من حيث لا تحتسب إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة